بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على الشرح المرسلين نواصل التوتوريال شابتر 1 بايزيك سوف في ترانسفر نشوف في السامبل بروبلم 1.4 راجيشن افكت ونذى ان ثيرمل كونفورت كونسيدر بيرسون ستاندين ان اروم مانتيند ات 22 دقري سلسيس الغرفة هذي لجدرانها الوالس موجودة عندنا هنا والسقف والارضية هنا درجة الحرارة داخل هذي الغرفة اللي هي تينفينيتي اللي هي يقولي 22 اما درجة الحرارة الجدران والسيلينج والفلور يقولك انها 10 في الشتاء و25 في السمر المطلوب determine the rate of radiation heat transfer between this person and the surrounding services the surrounding services اللي هما الوالس كل جدران هذي الغرفة اللي موجود فيها باعتبار انه درجة حرارة الجسم او الجسم الخارجي درجة حرارة تكم الاسكن 30 دقري والمساحة مساحة السطح الخارجي للجسم من هذا الشخص اللي هي 1.4 متر سكوار طبعا الرادياشن هذه قيمته القانون معروف ايش هي الاس الاس هي surface area اللي هي 1.4 السيجما معروف انها ذابت ذابت البولسمان التي اس اللي هي service temperature اللي هي 30 والتي حسب اذا كنا نتكلم عن السمر فقالنا انها 25 في الشتاء في الصيف وانها 10 في الشتاء المقصود بها درجة حرارة الجدران الموجودة عندنا هنا الباقي هنا هو اللي هو الابسيلون هذه الامي سي في تي هذه عندنا تيبل هذا اللي هو الامي سي في تي او some materials عند درجة حرارة تقريبا 300 كالفين نحن المطلوب مننا نروح هنا نشوف اللي هو الهيومان سكن اللي هو جلد الانسان الامي سي في تي تبعه 0.95 خلاص هلا صار ممكن نحسب الكيو اولا هنحسبها في الوينتر الاس حسبناها قابل والسيجما قلنا قيمتها ثابت هذا الثابت معروف الامي سي في تي شفناها من شوية 0.95 1.4 service area اللي موجودة عندي هنا باقي هلا بس درجات الحرارة هذه اللي هي عندي T service TS بس خلي بالك انه هنا لازم تجمع معها ال273 لانه في قانون الرادياشن هنا لازم ناخذها بالكيلفن اذن 30 هذي نجمعها 273 بما اننا نتكلم عن الوينتر فدرجة الحرارة الوينتر فدرجة حرارة الأسطح الموجودة عندي هنا T surrounding هي عشرة طبعا لازم نحولها للكيلفن الناتجة عندي الناتجة عندي كام 151 وات تعالوا نشو بالنسبة للسمر في الصيف بالنسبة للصيف يقول لي بس الفرق هو انه هنا درجة حرارة surrounding اللي هي درجة حرارة الوولز والفلور والسيلينج درجة حرارة 25 طبعا لازم نحولها للكيلفن النتجة كام هي 9 هي 40.9 لاحظوا هنا في فرق بين الاثنين الفرق هذا ناجم من ايش ناجم من انه نحن هنا نتكلم عن الوينتر الفرق كبير يعني الكمية كمية الحرارة اللي انتقلت ما بين الإنسان والأسطح الموجودة أكبر بكثير من الكمية اللي انتقلت في الصيف مع أنه الصيف درجة حرارة الأسطح هي 25 لكن في هنا شغلة لازم نطقر بينها لاحظ هنا درجة حرارة الإنسان دائما 30 هنا اللي هي T-Service للإنسان أما هنا فكان درجة حرارة الأسطح 10 في الصيف كانت 30 درجة حرارة للإنسان الشخص هذا أما درجة حرارة الأسطح فكانت 25 فالفرق هنا أقل بكثير هنا الفرق كم الفرق 5 درجة أما هنا فالفرق فهو 20 درجة دقري سلسيس فبالتالي طبيعي لما يكون الفرق في درجة الحرارة كبير جدا بين الإنسان والأسطح الموجودة حواليه وبتالي حيتم هناك انتقال حرارة أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته